موسيقى استرقتي الموضوع نهضة بركان ومتحاد العاصمة بغيت نعرف رأيك في واقعاتكم الآن نهضة بركان اللهي حاجات كده من المضحقيات المبكيات حاجات تدحق وتدكي فريق التحاد العاصمة مسكين والجمهور بتاعه يعني يبقوا في الواحد صعباني على الواحد أنا بشجع التحاد العاصمة منتظر بقى أشوف الفريق بينافس يوصل لنهاء الكهنسة الكفدرارية وبسبب بعض القيادات اللي ما عندهاش أي بصيرة ولا وعي ولا دراسة للموقف بيتلغي المطشين زهاب وعودة عشان خطر فريق وطني بيحتفل بخارطة بلاده حطتها بيعتز بيها خاصة ان انت دايما ونظامك كامل برأس النظام بتقولوا بمنتهى الوضوح احنا ملناش أي علاقة احنا مش طرف في قضية الصحراء المغربية طيب لما انتم مش طرف مين اللي قال إبراهيم غالي هو اللي قال انه ما تلعبوش هو إبراهيم غالي هو رئيس اتحاد العاصمة وقال اتحاد العاصمة ده بيمثل المليشيات الموجودة في تندوف اتحاد العاصمة فريق جزائري بيلعب مع اخواته فريق نهضة بركان وجايين تعملوا المشكلة دي مع مين؟ مع نهضة بركان اللي بيمثل مدينة بركان اللي هي كان فيها اللي كان بتأوي هواري بوماديان اللي كان أيام كان بوخاروبة لما كان موجود في بركان مش عارف يناضل في الجزائر ضد فرنسا من الجزائر فجي ناضل هو ومش بس لوحده ومندلة والناس كتير القادة الأفرقاء اللي بعد كده في جنوب أفريقيا وغانا واسسوا بلادهم كانوا بينضلوا من خلال وجودهم في مدينة بركان والصور تشهد موجودة في اليوتيوب فالمفروض يكون فيه شوية الواحد يكون عنده قصر يكون مدين بالفضل للناس اللي وقفت معه قديما أول من ذكر اسم الجزائر في الأمم المتحدة كان العظيم الرحل ملك محمد الخامس كان بيطالب وأول خطاب يلقى باللغة العربية قدام العالم كله وينادي بالوقوف جنب الجزائر في طردها للمستعمر يعني للعالم العربي في المنطقة كلها والشمال الأفريقي بالأخص من عد مصر لحد المغرب يعني لهم أياد بيضاء في مساعدة الجزائر في طرد المستعمر الفرنسي بعد كده الجزائر عملت حاجة غريبة جدا يعني والنظام مازال بيمارس بعض نسميها ازاي عشان ما نكونش يعني لو كان فيه رقابة يعني بعض العبط بعض العبط الفكري ايه مشكلتك ايه مشكلتك مع خريطة أصبحنا بنا عارفين احنا ازاي نفوز على الأندية الجزائرية أما بالنسبة لنا نحن كنادي زمالك يعني كنادي مصري ان شاء الله نحن كان يسموا الأهرامات وابولهول تعالوا نلعب نلعب مش مشكلة كان مسألة لي سابقة كروية في عالم الكرة القدم سابقة عبطية ما فيهاش اي علاقة بالكرة ما فيهش اي علاقة وما زال هناك بعض للأسف الجمهور المغيب اللي متخيل انه ممكن القطاس تحكم ليه اتحاد العاصمة وزي فيه بعض الناس كوارس يعني معتقدين ما زال انه ماتش الجزائر والكاميرون هيتعقد فقصة جميلة خلاص كاس العالم خلص وهنروح لكاس العالم اللي جاي وكاس العالم طب انتو عملتوا الموقف ده مع نهضة بركان فيه بطولتين معتبرين هتعملوا فيهم كاس الامم الافريقية 2025 في المغرب طب انتو متوقعين انتو لما تيجوا للمغرب ساعتوا للبطولة وهتيجوا هل يعني في الوقت ده المنتخب المغربي يكون على يقيت يكونوا رسمين خريطة المغرب كاملين لانه انا بنادي انه كل الاندية في البطولة المحلية كاملين لانه محدش عارف مين اللي يسعد افريكا السنة اللي جاي ولا مين اللي عند دائمة كله يرسم خريطة طالما الموضوع بيوجع كده الموضوع مش معمول فقط ما كانش في الحسبان انه نهضة بركان هتلاعب اتحاد العاصمة ما كانش عارف مين هيصعد بس هي رسالة لكل حتى الدول اللي بتدعم الميليشيات في العمق الافريقي لان الرسالة واضحة خلاص وبعدين هنا الله يبارك له الملك محمد السادس وضح في خطاب العرش السنة اللي فاتت واللي قبلها نحن نرى العالم بنزارة الصحراء المغربية انت معانا في الموضوع ده اهلا وسهلا ومرحبا زي السعودية ما السعودية فجأة من كام شهر اعلنت انه كلمة السحراء الغربية تخليك تساءل قانونيا كلمة البوليزاريو تسجنك ترسم خريطة المغرب ناصة تتعرض لمشكلة دائية مشكلة مواطن سعودي مع نظامه السعودي يعني مدى الاتصاق عند النظام السعودي مع قضية مغربية السحراء في المغرب حاجة تشرف مش يبعيد في الأخوة ومعناها وهم بواعد تماما انت الجار الاولى والاهم يعني ما ينفعش يعني ما ينفعش كده وبعدين ده بتعمل الموضوع مع نهضة بركان ده بركان قريبة من الجزائر اكتر من ضرب بيضا يعني ما بين البركان والجزائر اكتر من الرباط العاصمة الإدارية اكتر من ذلك هما عندهم انسحابهم من بطولة للجنوبات السقامة بالمغرب انسحبهم من بطولة كرة ليد للشباب وما فيش مشكلة تلاقي لعب أولمبيبي عندهم بيشارك ومعه لعب اسرائيلي بيلعب يعني لعب اسرائيلي معه بعادي بيلعب لكن يجي عند لاعب مغربي اتشوهت القضية اتغير المفهوم مش دارس الموقف كويس بيتغنى بقضية احنا معه مش عارف ايه ظالمة ومصدومة خلي ده على ارض الواقع خلينا نشوفه يعني هتعملوا في كاس العالم 2030 هل انتم مش شايفين حتى اقتصاديا سياسيا ما بقاش لك عمق لا اقليمي لا افريقي اقلت بتتغنى وبتقول انا هاشارك في البيركس انا منضم للبيركس اقتصاديا ما بقاش حد بيعتبر بوجودك طب ليه اسبانيا والبرتغال هينظموا كاس العالم ومعهم المغرب يعني الدنيا مش البيد وانا بقول لك من دلوقتي مش هيبقى كاس العالم فقط يعني حاجة كروية هينتهي كاس العالم او هيتوج كاس العالم بانه العالم كامل معترف بمغربية الصحراء فانت نصيحة يعني ان تصل متأخرا افضل من الله تصل ابدا تعالى حتى لو جاي متأخر لكن القادة المفكرين قادة الفكر والرأي عندهم امثال واحد زي حافيز دراجي لما سألوا انت يعني الوضع ده ما بين المغرب والجزائر مش هينصلح قال لهم بالناس اللي موجودين حاليا لا ممكن الاجيال انتوا عارفين انتوا ضرتوا بايه وعارفين انتوا مش سايبين مجال للصلح فاحترموا نفسكم اتقوا الله ويرجعوا مظبوطين كده واعرفوا ان في حاجة اسمها اخوة بينادي هنا بيها البلك محمد السادس سنويا انه احنا ما يربطنا اقوى بكتير من اللي بيبعدنا وبعدين الجزائر والمغرب ترابط عرقي سواء كانوا عرب او امازيغ جغرافي سياسي اجتماعي حاجات كتير جدا متشابهة بصرف نظر عن حاجات اللي بيحاولوا يسيرها من هنا ومن هنا بس في حاجات كتير بتقرب لكن حتى لما جم في الملك الحسن التاني الراحل عمل مسيرة الخضرة حاجة العظيمة جدا في التاريخ المغربي الحديث حصل عندهم على طول المسيرة السوداء لما طردوا المغربة المقيمين في صابيحة عيد الاضحى من الحاجات الملفتة من الحاجات الملفتة انه الناس الجزائريين في شهاداتهم المثور يقولوا انا ما كنتش عارف ان الجار ده مغربي فتعامل علينا جزائري انا بفجأة ايه ده هو ده مغربي لانه الاولاد مع بعض عايشين مع بعض بحثوا عنهم ركبوهم كاميونات على بلدكم في صابيحة عيد الاضحى وزعلانين من اللي حصل مع صدام حسين في صابيحة عيد الاضحى تعالى انت اسوأ تمنى من الجارة الشرقية انت ورد يا رب يا رب احنا مش فقدين للأمل سياسة بالرياضة الرياضة لها دور كبير في التقارب السياسي ونتقرب الشعود من بعضها بيحصل مناوشات يحصل الاهل بيلعب مع الرجل الاهل بيلعب مع الوداد بل الاهل والوداد لعبوا نهاية دورة ابطال افريقيا ثلاث مرات وربعة عادي يحصل انه وكنا مشادات قوية في البطولة اللي فاز بها الوداد اخر البطولة فاز بها الوداد على فكرة لما كانت مباراة واحدة في مصر قالوا لا ده ظلم تتلعب وعادي خلص عادي جدا وتلعبت وفاز بها الوداد وعادي جدا ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في الوقت دوات قال لرئيس الوداد الاصبك يعتبر لما قالوا زتنود دفير هذا ليس حقل ما عنش غير كده اما الاعلام بقى بيحكي الوحد لكن رئيس النادي الحجر الرسمي هذا ليس حقل اذا استاذ طارق كنشكرك على حضورك مع هذا اهلا وسهلا ده شرف لي اغنيت النقاش الله يدريك فيك شكرا لك وكنت سائدة باستضافة ديانك اهلا وسهلا في اي وقت مرحبا شكرا وصلنا الى نهاية الحلقة مشاهدين الكرام الى اللقاء في حلقة جديدة